انا عايزك ما تزعلش لو القناة اللي جايبها لك في حلقة النهاردة ما جاتش عندك لانها جيب لك في نفس الحلقة قناة احسن منها وقناة جديدة تم ظهرها على النيلسات يعني من الاخر معانا قناة حزمة عامة ومعانا قناة حزمة شرئية السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في قناتكم قناة ابو الصحابسات وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلو عليه وسلم وتسليما علشان ما تقولش على حضراتكم هدخل دلوقتي على التردد الحزمة الشرئية للقناة اللي معانا في حلقتنا النهاردة واللي كنت بتمنىها تكون موجودة للجميع في اي مكان في الوطن العربي لانها قناة متميزة جدا جدا هعرفكم دلوقتي ايه هو التردد اللي هيكون 12.688 على معدل ترميز 27.500 واستقطاب هيكون حرف V او كلمة اسمها رأسي ده اول تردد موجود معانا القناة هيتم ظهورها تحت هذا الاسم زي ما واضح دلوقتي قدام حضراتكم لو ملتهاش احزف التردد ورجع عضيفه تاني من جديد يلا بينا علشان نعرف دلوقتي مع بعض ايه هي القناة اللي جبتها لك ولسه جديدة على النايل سات الف مبروك للجميع الان تم ظهور قناة جديدة على النايل سات القناة موجودة على تردد حزمة عامة قبل ما اعرفك ايه هو التردد يريد ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وما تنساش كمان ان فيه ناس صحابك وفيه اخواتك وقريبك وحبيبك عايزينك تعمل شير على الفيديو ده علشان يوصلهم لو ما كانوش يعرفوا القناة الجديدة فخلي كل يستفاد والتردد ده هيكون باسم الله الرحمن الرحيم 12646 على معدل ترميز 27500 واستقطاب هيكون حرف الاتش او كلمة اسمها افقي القناة اللي جايبها لك دلوقتي او القناة الجديدة اعلنت عن نقل محتوى دراما اجنبي تركي منوعات قناة رفهية من الدرجة الاولى وهي من احدى القنوات الجزائرية وطبعا القنوات الجزائرية معروفة للجميع انها قنوات متميزة وقنوات ممتازة وجميلة جدا جدا اما بخصوص اسم القناة فده الاسم اللي حضرتك تلاقيه موجودة عندك على جهاز وفي حالة عدم موجودها فيرجى حسف هذا التردد وبعد كده ترجع تضيفه تاني من جديد وبكده كان معانا النهاردة قناطين على النايل ساد كان موجودة على تردد حزمة عامة وكان موجودة على تردد حزمة شرئية المهم نحن الان في انتظار الموافقة على بدء تشغيل الفعل للقناء الجديدة التانية اللي معانا في حالاتنا النهاردة انتظروني في فيديوهات قادمة وفي قنوات وترددات اخرى جديدة على قناتكم قناة ابو الصحابسات وفي الختام لك مني احلى سلام